يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مدينة ميونيخ الألمانية في دورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من السادس عشر إلى الثمن عشر من فبراير الحالي ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على همش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدة الدول وفضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية